السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بمتابعي قناتي اليوم نحضلكم وصفة المقروط بدون غليطان مقروط المقلع هنا هي المكونات زوج كيسان سميد ذرة وكاس فارينة فارينة نيدوغلي استعملت تستعمل أي نوع من الفارينة الخاصة بالخبز والحلويات هنا ينسحق بيضة وزوج ملاح كبار سكر ورشة ملح والماء ونصف كاس مارغارين ذائبة استعملت معجون الطمر بعد ما نقيته وعجنته ملاح تقدروا تضيفه القرفة أو جلجلان كما تحبوا قدرت الكاس الأول نزيد الكاس الثاني كما راكم تشوفوا زوج كيلا سميد ذرة مع مرين والكيلة الثالثة بتاع الفارينة تكون نقصة شوية ونضيف نضير زوج ملاعق كبار سكر ورشة ملح هنا بالنسبة لسكر لي دير العسيلة بتاع الشيرة من الأفضل لا يستعمل السكر وهنا هنا استعملت العسيلة المحضرة منزليا أنا حضرتها على هذه استعملت زوج ملاعق سكر نخلط جميع المكونات الجافة جيدا المكونات بعد نضيفه نصف كاس مارغارين دائبة ونخلطه الخليط بأطراف الأصابع ونحاوله كيفه المارغارين تتشربها قع هذ المكونات كما راكم تشوفو هنا الثقابة صلة الخليط بأطراف الأصابع حتى المكونات يشربوا قع المارغارين ونحس أن الخليط تشرب مليح المارغارين ونضيفه لحبة البيض ونخلطها ثاني بنفس طريقة بأطراف الأصابع نخلط البيضة وخلط نضيف الماء حوالي رشة إلى رشتين استعملوا مزهر ونواصل عملية الخلط شكلت الخليط على شكل حربوش ونغلق الحربوش بيدية يساعدكم في العمل استعملوا ورقة شفاف ونسجم الحربوش بواسطة الملعقة ثم نقطع الحربوش بواسطة السكين كما راكم تشوفو هنا شكل مقروطات بعد ما كملت من المقروط درت المقلع فيها الزيت سخنت مليح الزيت درت الحبات على المقروط كما راكم تشوفو هنا ياراني نقلي فيه وممتون نحاولو كيفا نخلوه شي طحرق نعسوه مليح ونقلبو الحبات ونكمل مباشرة نديرو في العسيلة المقروط يكون سخون والعسيلة تكون بردة بعد ما طاب المقروط درتو في العسيلة المقروط سخون والعسيلة بردة شوفو هنا يفيد طبق تقديم كيف يخرج لون ذهبي ابنين يشهي وناجح وما يخرج شي يابس تقدروا تحتفظوا به إلى ثلاثة أو أربعة أيام نتمنى تعجبكم الوصفة ترجمة نانسي قنقر